موسيقى السلام عليكم بخوتي وشارككم لباس بخير جبت لكم شيخي واسمه بنشابير يتكلموا على قدوم فيزر ويعطوا واحد المغالطات واحد المغالطات ما كاشقاع منها ونزيد تانيك نوضح موسيقى صحافة جزائرية كانوا ضد باش يجي فايزر وليوما تسمعوا الكلام على راسك يحبس عندنا على كل حال قوير نحط لكم رابط المباراة في اول تعريق المباراة تبدأ بالربعة بتوقيت الجزائر والخمسة بتوقيت اوروبا نصورها الربعة ونص على كل حال هنا عندنا ان شاء الله منلحق باش ندير لكم الفيديو باش شوفوا على كل حال نبدأ وأولا ونجيب لكم الداليل والحجة واش راهم يتكلموا اسمع واش راهم يقول شيخي نكون جيدا بأن الفاف ومنذ تنصيب وليد صدي عكفت على تطعيم وتدعيم المنتخب الوطني بلاعبين جدد من بين اللاعبين الرائعين الذين وصلوا إلى الجزائر إبراهيم مازا الذي كان احدى حسنات وليد صدي منذ ترأسه للفاف وكذلك ما زال هناك العديد من اللاعبين الذين سيئت شوف يا أخوتي راني يزيد نأكد هذا الكلام اللي راح نقوله دك مراهوش ضد اللاعبين ولا اللاعبين فيزر رانا ضربت بقوة حتى في وقت بالماضي باش يجي قتلوا رم يكذبوا عليك ورم يعطوك في مغالطات السيد مكاين والو مهضر والو مدر والو راهم الناس راهم يكذبوا راهم يكذبوا على فيزر هاكذا ولا لا 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 باش نجل المغالطات بركتاحهم مراهوش ضد اللاعبين هذا راو يتكلم حسانة مازا ما زل ماش فيناش ما زل ماش فيناش على كل حال ولعب مليح أنا في وقت بالماضي قلت نهار ما كانش يلعب قاعنا على النادي تاعوش قلت هذا اللاعب عنده فنية رائعة موهوب ماشي وقتها باش يجي للمنتخب الوطني الجزائري ولكن طلبت من بالماضي انه يتبع اللاعب هذا مازا يعني ما رانيش ضد اللاعب راني ضدوا شراهم يهضروا هادوما نفكركم في واحد التعليق في واحد المبارك حافظ دراجي قال لكم ممكن اللاعبين هادوما نكبروا ومش بزاف ممكن يخرج المنتخب كبير عليهم من لا تشفعوا دكار ما يجيبوا في اللاعبين عالميين راك فاهموا وش حبيت وصلت للنقطة ورانينا وصل لك ما رانيش ضد اللاعبين راني على هادوما دبل فاس دبل فاس أروحوا تشوفوا الدبل فاس ويعطي المغالطات المشكلة مغالطات أسمع نتونا لاحقا لتدعيم المنتخب الوطني الجزائري هذا الأسبوع كان الموعد مع ميشيل فايزر ظاهير أيمن نادي فردر بريمن الألماني كان الحديث عن هذا اللاعب في وقت سابق أمين ولكنه لم يلتحق بالخضر لماذا في هذا الوقت بالذات فايزر؟ ميشيل فايزر مصادر مقربة من الاتحاد الجزائري تعلن قرب انضمام فايزر إلى النخبة الوطنية وممكن جدا أن نشاهده فيها تربص القادم نعم رسميا ميشيل فايزر سيكون جديد المنتخب الوطني الجزائري في قادم تربصات هل سيكون حاضرا في تربص أكتوبر عفوا نوفمبر بنسبة كبيرة ولكن غير مؤكد ولكن بنسبة كبيرة سيكون حاضرا في هذا التربص الذي سيكون فرصة مثالية من أجل تجريبه مما أننا تأهلنا سلفا إلى كارنة عرب ٢٠٢٥ مبارتان ستكونان دون أهمية ستكونان تجريبيتان رغم الطابع الرسمي أنا شخصيا أعتبر أنها ضربة موفقة إلى حد بعيد لأنه يتعلق الأمر بواحد من أفضل أظهر اليمنى في ألمانيا وبالإحصائيات يعتبر من بين أفضل الأظهر اليمنى في الدوريات الخمس الكبرى بإمكانك أن تطلع على إحصائيات هذا اللاعب الذي رغم أنه ظاهر أيمن إلا أن إحصائياته تنافس حتى صناع اللاعب والمهاجمين يدافع يصنع اللاعب ويسجل الأهداف نتخيل أنه في الموسم الماضي مثلا قدم سبع تمريرات حاسمة وسجل ثلاث أهداف يعني ظاهر أيمن مساهم في عشر أهداف كاملة لناديه في البندسليغة فقط والموسم الذي قبله سجل تسع أهداف أو عفوا قدم تسع تمريرات حاسمة وسجل هدفين يعني سهب في أحد عشر هدفا كاملا الموسم الحالي رغم أننا نلعب بالجولة السبع سبع تمريرات حاسمة وثلاث أهداف لعب نفات مرمان موراني ديال عليها فيديو نحن نتحدث عن ظاهر أيمن ينصد في الخط الخلفي إلا أنه بصم على ثلاث تمريرات حاسمة إلى غاية الآن لذلك يعتبر واحدا من أحسن الأظهر اليمنى وتدعيم رائع للمنتخب الوطني الجزائري لاعب سريع جدا شقه الهجومي رائع تخيل أنه يملك أحد عشر تسديد على المرمى في هذه السجولات الأولى من البندسليغة سريع جدا بدنيا قوي جدا حيث قطع إلى غاية الآن أكثر من 67 كم في البندسليغة فقط في أول ست مباريات بمعدل أكثر من 11 كم في كل مباراة يعني يبذل مجهودات جبارة داخل أرضية الميدان لاعب سريع جدا تصل سوعته القصوى إلى 33.18 كم في الساعة هذا الموسم فايزر قام إلى غاية الآن ب132 انطلاقة سريعة يعني سبرينت بست جولات بمعدل 22 سبرينت في اللقاء تخيل أنه عندك ظاهير أيمن يقوم ب22 سبرينت على الأقل في اللقاء الواحد معدل جد مرتفع ورائع بالنسبة لظاهير أيمن لاعب ديفر كوزن أو باين ميونيخ في موسمين فقط أو سنتين سهم 28 هدفا يعني أنه ظاهير أيمن سجل سبع أهدف وصنع 21 هدف وهو رقم يعجز عنه حتى كبار صناع اللاعب في أوروبا حاليا لذلك أنا شخصيا أعتبره ضربة موفقة إلى أبعد الحدود البعض يتحدث عن سنه 30 سنة أنا أرى أن 30 سنة لازال يملك الكثير ليقدمه سواء مع الأندية أو مع المنتخب الوطني الجزائري نحن نحتاجه في كأس أمم إفريقيا المقبلة سيكون قد وصل إلى سن الواحد والثلاثين بعدها في كأس العالم 32 سنة تخيل أنه كارفاخال في سن 34 سنة هو أحسن ظاهر أيمن في العالم متوج باليورو متوج برابي التابطة الأوروبا بالليغة بالسوبر الإسباني بالسوبر الأوروبي يعني سن 32 سنة في كأس العالم سيكون عاديا وطبيعيا جدا ندور نرد شوية على ما وسمه على بن شعبير وبدأ نعود نقول لي الوسم الشيخي اللي سمعك تهضر هكذا هو لعب ممليح لعب هايل وانا قلت جيبوه 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 حتى انتم ما كنتوا تكذبوا كنتوا تكذبوا بالدليل هايو لك الفيديو هدا قلت لكم على شعر كنتوا تكذبوا على الشعب هايليك الحقيقة وراكوا ترجموا في الغلط وراكوا ضد بشيجي للمنتخب الوطني جزائري الصحفة الجزائرية ما رانيش نقصدكم من توا لكن صحفة الجزائرية قعا قلت لك باللي رو يشرع على المانيا قلت لك باللي رو قال باللي يتسمى هدا يكي ملقاش كبر انتم ما كنتوا تقولوا كبر ملقاش وين بها حبي يمثل في النهاية تعوك شمود داخب شغال هاكذا كبركوا كنتوا ضد اللعاب وانا قلت نجيب الترجمة الحقيقية لان نفهم الألمانيا ونضرب عليه يعني دكا كيرا ننهضر مانانيش ضد اللعب لعب مليح ساوع في وقت بالماضي ساوع ودك نسحقه لعب مليح بسحكين نسمع كنتا تهضر بهذه الهضرة هادية من أحسن الأظهيرة في الدوريات الخمسة الكبرى كيف من أحسن الأظهيرة في الدوريات الخمسة الكبرى؟ ألمانيا ما عطلوش مانتو ما كنتوا تقولوا ألمانيا ما عطلوش ووسموه الباير ملعبش قاع عندهم بعد اخير راح دقنا نجي للشابين شابير نهضر له نوضح له هذا الأمر هذا راح في جناة ساعد في فردا برين بن انتبه لحيد الشاب من أحسن الأظهيرة في الدوريات الخمسة الكبرى حوال الدوريات الخمسة الكبرى يعني هيا في أوروبا coeur دوريات دوريات الخمسة الكبر عن أحسن الأظهيرة في العالم بمكان ال٢وم المقارس killed 11 سانو وسلم يتشاره ��� Indust GPU على الأقل نادي متوسط على الأقل بوريسيا دورتمون على الأقل معلبانيشانات كاشنادي في الأنجليز رجعتوا لعب عالمي لعب هايل جدا 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 وينفعنا بصحب الشيب المواصفات اللي ركت وصفها انتو ما اللي كنتو ضده باش يجي اسمع شيخي واش يقول لك فخر صناعة البافارية ميشيل فايزر فخر صناعة البافارية راني جايك زيد كمل جديد المنتخب الوطني الجزائري مثل ما قال بن شابيرو أعطى الكثير من المعلومات عنه من أبرز مميزتي أنه يلعب بالقدمين لديه نظرة شاملة على الميدان لعب سريع جدا ذو انطلاقات رهيبة لعب ممتاز من الناحية الفنية بصراحة لعب ماستر كلاس فخر صناعة البافارية وين باوين صناعة بافارية لا ركت علىها ركت نفخوا علىها أنا هدي هي اللي حيرتني وين ما عندوش قعلة قبل باير اروح 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 اه راح للباير هكذا ولا لا لا شوف معطيلك والراهي هايلي هذا يا من فيتن هوف هدي في ألمانيا مولود تمام مولود كما قولوه في المدينة هدي قرية على كل حال نلعب مع كولن نلعب مع كولن نلعب مع كولن يعني تقدر تقول فخر للكولن كولن نلعب مع كولن ليس للباير باير 2012-2013 ما لعبش معهم سلفوه الف سي كلاوتر انهادية 2012-2012 بعد خلاص تلو الكونطرة تتعوه مع الباير راح الهيرتا بيرلين و بعد راح الليفر كوزن أعلى سوما تتعوه و بعد راح الفيردا و بعد راح الليفر كوزن و بعد عودوا للفيردا البيعر لعب معه 2012-2013 و ما لعبش معهم بزاف نعطيلك بالدليل والحجة هاولك سوف باير 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 يمكادر كان في القائمة ملعب حتى ذا دقيقة لا كان اجدر لا كان في القائمة هدي بلا صفر ما كان في القائمة و ما لعبش و هذو جاء غير موجود في القائمة غير موجود في القائمة هده مع الباير هده الصيناعة باظارية ما لعبش معهم سيناء باظارية ما تتمهبلوش علينا هاوليك وش لعبك يسلفوه المدل اللي لعبها مع هادوما افسي وسمهم افسي كلاوترن افسي كلاوترن هادوما زيد انت كيراك تقول لك هاي لك المدينة اللي هاي لك وسمها المدينة هواوي زايد زايد في ترواس دورف هادية ترواس دورف هادية قريبة البون بعيد على الباير وكان كنزاد في الباير بالقلوه وكي قلتها يعني رفت معني مالغري ما لعبش مع الباير بس حكي ما يقول له البضاريين يفتاخروا به صناعة البضارية انت تقولت ما روش قاع صيناعة ومعندوش قاع علاقة مع الباير ركتو بعيدة بلبزقة على الباير معندوش قاع مقطع مع الباير وهي يكلم دين للنادي اللي كان الي لعب في فيدندورف اللي قتلك عليها قريبة البونتانيك كيفش هادا يا صيناعة باضارية و لعب طيارة لعبي عجبني أنا دفعت لي وانتوما اللي كنتوا ضد باش يجي في وقت هذه الضربة أنا تكلمت مع محسن واسمه مكتشف المواهب تكلمت معه هضرت له عليه قلت له يودي السيدة روحي بيجي كيفاش الناس رأي تقول لك ورأي تتاهم فيه قل لي يودي هذا كي ما يجيش خير قل لي هذا يا أنا عارفوه قل لي رويد غط على ألمانيا زعماراني حيبن باش يدول الله كوب ديمون محسن هذا كان ضد باش يجي فايزر كان ضد باش يجي فايزر ودوك هارم محسن اراه يخدم في الاتحاد هارم جايبينه فهمتها تدخل هالي فيه مخي فيه وخ جامل برماضي قع كان وضد باش يجي ودوك هوا ما جابوه ها محسن فهمني ايدا صح جا نعرف بلي نيتك مراي الصافية قع الكلام اللي كنت تقول لي بلي هذا كنت ضد باش يجي كي كنت معك في المحادثة كنت ضد باش يجي ودوك انتار تخدم في الاتحادية ومكتشف المواهب ها راكوا جايبينه فهمونا برقدامك عم بنا نفهمه او لا 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 هذا ما ما تناقضه اشحنا في وقت فايزر دافعت عدية وندافع عليها دوكا يسهل المنتخب الوطني جزائري لان يحتاجوه هذا ما كان بصح هذا الخروط يقول لك لعب عالمي من احسن دوريات الخمسة في الكبر ينفخوا لان حبو ان ينفخوا باش ينفخوا السيدة العفية في بيردا بريمن ما متل شقاع المانيا نحبو شقاع عاية طولول سلام سلام